شهدت الصحة السياسية العراقية خلال الأيام القليلة الماضية حراكا إيرانيا بهدف إعادة طرح وساطة جديدة تهدف إلى حل الإنسداد السياسي في العراق والذي تشهده البلاد منذ سبعة أشهر وكشف مصدر سياسي مطلع أن هذا الحراك يقوده السفير الإيراني الجديد في بغداد محمد آل صادق حيث تريد طهران الاعتماد هذه المرة في حراكها عبر سفيريا بدلا من تدخل زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني أضاف المصدر السفير محمد آل صادق تلقى رفضا مسبقا حول المبادرة والسعي الإيراني من قبل زعيم التيار مقتصدر مع الإصرار على حكومة أغلبية ولهذا السفير الإيراني يتحرك حاليا على باقي الأطراف السياسية خصوصا حلفاء التيار من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني مستغلا مهلة الثلاثين يوما التي منحها الصدر للقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر